ما معنى اسم حمزة؟ اسم حمزة هو اسم علم مذكر عربي ومعنى حموضة وحرافة في الطعم والشيء الحامض الذي يلضغ الإنسان واللسان ويقال أيضا فلان أحمز أمرا من فلان وتقال فلان أحمز إذا كانت متقبضة الأمر ومن هذه المعاني اشتقى اسم حمزة كما يدل أيضا على الشدة والحزم ويقال حمزة بمعنى بقلة ومن أشهر من حمل هذا الاسم حمزة بن عبد المطالب عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم معنى حمزة في معجم اللسان العرب حمزة اللبن يحمز حمزة حمزة وهو دون الحارز والاسم الحمزة قال الفراء أشرب من نبي ذك فإنه حموز لما تجده أن يهضمه معنى اسم حمزة أيضا في التهذيب حمزة الألوم فؤاده قال الإحياني كلمت فلان بكلمة حمزت فؤاده قبضته وغمته فتقبض فؤاده من الغم وقيل اشتدت عليه رجل حامز الفؤاد أي متقبضه الحامز والحميز الشديد الذكي وفلان أحمز أمرا من فلان أي أشد الحامز القابض والحميز الضريف وكل ما اشتد فقد حمزة في ليلة هذيل الحمز التحديد يقال حمزة حديدته إذ حددها وقد جاء ذلك في أشعارهم هم حامز شديد قال الشماخ في رجل باع قوسا من رجل فلما شراها فاضت العين عبرة وفي الصدر خزار في الوجد حامز وفي التهذيب من اللوم حامز أي عاصر وقيل أي ممض محرق حمزة بقلة وبها سمي الرجل وكنية قال الجوهري الحمزة بقلة حريفة الحمزة الشدة وقد حمز الرجل بالضم فهو حميز الفؤاد وحمز أي صلب الفؤاد رجل محموز البنان أي شديد قال أبو خراش أقيدر محموز البنان ضئيل من أشهر من حملة اسم حمزة هو عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطالب